اشتركوا في القناة القمر ما زال موجود في منزلة الزبرة وهي قلنا انها للربح والحرية والصلاح والاصلاح ورح ينكث فيها حتى تمام الساعة خمسة واحد وعشرين دقيقة صباحا لا ينتقل بعدها لمنزلة الصرفة وهي للربح والضرر والخراب والاصلاح بين الشركاء والثبات الموظفين طبعا القمر موجود طيلة النهار تقريبا في برج الاسد في الفترة هاي زي ما حكينا بكون الناس من حولنا في هاي الفترة اكثر كرم مما اعتدنا من الناحية المادية والعاطفية وبيكون التركيز حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطفة مع الحبيب ووسعنا اقتراض المال والاستثمار واقتناء حلية ثمينة والتحلي بالشجاعة وارتداء ملابس انيقة تلفت انتباه الاخرين النا طبعا احنا الان في فترة خلو المسار وخلو المسار هذا مستمر لغاية الساعة سبعة او خمس واربعين دقيقة مساءا لا ينتقل بعدها القمر لبرج العذراء وهذا بيعني ان الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار طبعا بالنسبة للزوايا الفلكية عنا زاوية وحيدة اليوم رح تكون هي زاوية بطيئة رح تكون زاوية تثليث ايجابية بين الزهرة وبين نبتون وهاي يعني بتعطي مجال حلو وجيد لاي شيء له علاقة بالتجميل او له علاقة بالتزيين يعني بتعطي حيوية اكثر وللحب اكثر فعشان هيك هاي زاوية اوجها بكون ساعة اربعة واثنين وخمسين دقيقة صباحا طبعا رح تستمر لايام وهي موجودة هاي زاوية بتضفي علينا نوع من انواع الجاذبية والقبول بتجذب الاخرين لالنا وبرضو بتعطي علاقات حب جديدة او معرفة جديدة او تطور باشياء العلاقة بالغراميات طبعا القمر الساعة سبعة وخمسة واربعين دقيقة مساء بكون انتقل للعذراء وبشكل اول زوايا ولكن ما رح نحكي عن الزوايا هاي لان معظمها رح تكون بعد منتصف الليل فهاي بندكرها بتوقعات بكرة والقمر لما ينتقل للعذراء منعود لطبيعتنا الجادة ومننتبه اكثر لصحتنا بممارسة تمرين رياضية او البدء بحمية بتساعدنا بالمحافظة على وزن مناسب منقبل على عملنا بهمة ونشاط ما منترك لا واردة ولا شاردة دون تفحصها نجد انه عنصر التنظيم في عملنا بيلعب دور هام نشعر انه الناس شحيحون في عطاهم ماديا وعاطفيا ممكن ننتقد انفسنا ونتوهم امراض ما لها وجود يعني هيك نوع من الوسواس هاي افضل فترة للتخلص من عادات سيئة مثل التدخين شرب الكحول بوسعنا اقتناء حيوان اليف مطالعة كتاب مفيد البدء بوظيفة او عمل جديد طبعا القمر موجود زي ما حكينا بالعذراء معناة خلو المسار القادم رح يكون يوم ثمانية اتناعش رح يبدأ في تمام الساعة عشرة واربع وثلاثين دقيقة مساء ورح يستمر حتى اليوم التالي اللي هو يوم تسعة اتناعش تمام الساعة اتناعش ودقيقة يعني بمعنى منتصف ليل الثلاثاء على الاربعاء لا ينتقل القمر لبرج الميزان اما بالنسبة لعمر القمر القمر انحسار المربع واحد وعشرين يوم في تمام الساعة عشرة مساء يعني تقريبا بيصبح اتنين وعشرين يوم نسبة الإضاءة بتصير ستين في المية لانه انحسار مربع اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في القوس حتى يوم واحد وعشرين اتناعش مزاجها سعيد بنسبة خمس وخمسين في المية اما بالنسبة للقمر في الاسد وبدو ينتقل للعذراء ورح يستمر فيه لغاية تسعة اتناعش مزاجه سعيد بنسبة خمسة عش في المية عطارد في القوس حتى يوم عشرين اتناعش مزاجه سعيد بنسبة خمسة عش في المية الزهرة في العقرب حتى يوم خمسة عش اتناعش المزاج سعيد يعني تقريبا بنسبة اربعين خمس واربعين في المية اما بالنسبة للمريخ في الحمل حتى يوم سبعة واحد المزاج سعيد بنسبة خمسة عش في المية المشتري في الجدي حتى يوم 19-12 المزاج منتحس بنسبة 25% زحل في الجدي حتى يوم 17-12 المزاج سعيد بنسبة 15% اورانوس في الثور بيتراجح حتى يوم 14-1 منتحس بنسبة 12% نبتن في الحوت سعيد بنسبة 15% ابلوتو في الجدي سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل تشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وقضاء وقت ممتع معهم فترة مثمرة إيجابية تستعيد إشراقتك وبتسحر الكثيرين بحضورك الباهر الجو مناسب لتلبية الدعوات باستطاعتك المبادرة فالظروف ملائمة للمغازلة والمصالحة ولتكرار المحاولات أما من ساعات المساء بتكن تنتبهوا أكثر لصحتكم بيتراكم فيها العمل أكثر من المعتاد وبتجدوا صعوبة في إنجاز الكثير منه برج الثور تحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم تجدوا تعاون من أفراد العائلة وممكن تضطر للإهتمام بتصليحات منزلية أو غيرها لا تفقد الاتزان وثقة الأحبة ممكن تقلق بشأن صحة أحد أفراد العائلة أو ربما مسألة شخصية مثل مصاريف إضافية مثلا أما من ساعات المساء بتبحثوا عن قاسم مشترك بجمعكم بأحباءكم وبتعيش لحظات سعيدة وناجحة وإنفراجات وتطمينات ورومانسيات برج الجوزاء تكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ومنكم ممكن يخرج في نزهة قصيرة ويكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار بتتمتع بسرعة بديهة وخاطر باستطاعتك مناقشة الأمور الصعبة وطرح أفكار جديدة ممكن تحصل على فرصة جديدة لتفسير مشاعرك وتبريغ مواقفك بتنشط بالتنقلات والاتصالات أما في ساعات المساء بتعيد تنظيم أموركم البيتية والعائلية ممكن يطرأ عطل منزلي أو حدث عائلي برج السرطان تم فرصة لمكسب مالي من عمل إضافي مع هيك بتكو تحذروا من أي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجية ثمينة بتعالج استحقاق مالي أهم شيء أنك ما تتسرع بتوظيف الأموال بل دقق بالتفاصيل تطمئن خواطرك نوعا ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ أما في ساعات المساء بتنشطوا في أمور العلاقة بالسفر والاتصالات كونوا أكثر وعي على الطرقات برج الأسد بتبدأ اليوم فترة أفضل من سابقتها بتعيد لكم نشاطكم المفقود بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة بالدعم من مركزكم الاجتماعي الفترة هاي بتحمل انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود عليك التحلي بحكمة وواقعية للأمور تشتد عزيمتك وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وبتحقق نجاح باهر أما من ساعات المساء بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم بتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية واحرصوا على مالكم من السرقة أو الضياع برج العذراء بيسيطر التعب عليكم حاولوا تنظيم أموركم والمحافظة على صبركم المعهود أثناء تصريف أموركم والتعامل مع الغير ممكن تتذمر من تأخير أو صوت فاهم أو التباس حاذر من البدء بأي شيء جديد لا تسمح للقلق انه يسيطر عليك ويمنعك من العمل ومن النشاط نظم أمورك وضاعف مجهودك اللي بتشعر فيه من تعب وتراجع في الصحة بزول مع اقتراب ساعات المساء لأنه بهاي الفترة بتمتلع بنشاط وحيوية وبتخلب بعض الخيارات والتوجهات للإشي اللي بيناسب وضعك الحالي بتتمتع بالقدرة على قلب المعطيات لصالحك برج الميزان بتنشطوا اجتماعيا وتلتقوا الأصدقاء منكم ممكن يتلقى دعوة لحضور حفل أو مناسبة سعيدة اطلب المساعدة وما تتردد بتقديم المساعدة بدورك لأنه في نوع من أنواع التحالف بيكون مع الزملاء أو الأصدقاء أو الجيران أهم شنك ما تبقى وحيد حاول أنك تخرج للقاء الناس لأما في ساعات المساء تدخلوا فترة غير مريحة تلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم لا توقع على عقد ولا تحسم أمر فترة سلبية وفارغة من الطاقة والحظ برج العقرب بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل فترة مناسبة لللي بيمحث عن عمل أهم مش أنك تقدم أفضل ما لديك لعلك تحقق إنجاز أو تحرز تقدم مفاجئ ممكن تظهر متاعب عائلية أو شخصية المطلوب منك أنك تكون على قدر المسؤولية فترة صعبة أما في ساعات المساء بتنشطوا بين الأصدقاء ومنكم ممكن تشارك في حفل أو مناسبة سعيدة برج القوس بتنشطوا في أمور العلاقة بالسفر أو اتصال بعيد أو ممكن تشارك في حملة أو ورشة عمل بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم بتلتقي بوجوه وأراء وثقافات مختلفة الأجواء لطيفة بتحيط بحياتك وهذا شيء جميل أهم شيء أنك تعزز العلاقات الاجتماعية والعائلية فالفترة مثمرة على جميع الأصدقاء أما في ساعات المساء بتحافظوا على سمعتكم وبرضو مصالحكم الاجتماعية يوم مناسب لللي بيبحث عن عمل أهم شيء أنك تتجنب الخلافات وسعى لطلطيف الأجواء برج الجدي بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة من جهة ثم فرصة لمكسب من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي شراكة مالية ما بناسبك إطالة الخلاف والزعل حاول أنك تسارع لتقريب وجهة النظر باستطاعتك إدارة المفاوضات بشكل جيد ولبق ممكن تناقش موضوع إرث أو موضوع مالي أما من ساعات المساء بتنشطوا في أمور العلاقة بالسفر أو اتصال بعيد أهم شيء أنك تكونوا أكثر وعي على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن ترغبوا في أمور العلاقة بتدعيم شراكاتكم يوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف آخر ما بتنفعل وحاول الإضاءة على الإيجابيات ما بينفعك التوتر ولا الجدال عالج كل التطورات بموضوعية وأعصاب باردة لا تتسرع في اتخاذ القرارات أما في ساعات المساء فبتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة إنجزوا الواجبات بدقة حتى لو كثرت حاول تنفيذها دون تردد وما تلتهي بأمور ثانوية برج الحوت بيبدأ العمل بتراكم لديكم تدريجيا إنجزوا فقط ما بوسعكم دون المبالغة في ذلك انتبهوا لغذائكم وراحتكم لا تسمح للواجبات بالتزامن ولا بالتراكم كون أكثر تنظيما وأحسن إدارته اتجنب إثارة العدوات وإهمال وضعك الصحي خذ قصة من الراحة وإهدأ وكون عند حسن الظن أما من ساعات المساء بترغبوا في تعزيز شراكاتكم كونوا أكثر تفاهما لوجهة نظرهم حاذر من الخلافات وما تضخم الأمور هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء اشتركوا في القناة